موعيد صرف المرتبات شهر يونيو الجاري لموظفي الحكومة طرف مع بعض تفاصيل اه صرف المرتبات شهر يونيو ان شاء الله. حددت وزارة المالية موعيد صرف المرتبات شهر يونيو اه العاملين اه في جهاز الدولة ووزعت اه الوزارة جهات الصرف على يومين الى جهات تلات ايام اضافية. يمكن خلالها الصرف لاي جهة لم تصرف مرتبات موظفية خلال الامين الاولين. زجرة طارق بصوني رئيس كطاع الحسابات والمدنيات المالية في بيان سابق لوضاد مالية ان هو تقرر بدء صرف المرتبات شهر يونيو العاملين في تلاتة وتلاتين مزارة وهيئة يوم التأيوم السلساء واحد وعشرين يونيو. ثم بدء صرف المرتبات تلات تلاتين مزارة وهي اخرى يوم اربعاء اتنين وعشرين يونيو جميع الوزارات والجهات الاخرى الاخرى ايام الخميس والاحد والاسنين. لها تيتا وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين يعني عندنا يا جماعة هتبدأ يوم واحد وعشرين يونيو ويوم اتنين وعشرين يونيو وعندك باب brak είναι يعني تيتا وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين ده جهات المصرفتش خلال اول يومين. الجهات التي تصل في يوم واحد وعشرين یونيو هي وزارة الصحة والتضامنها والتموين والنقل والانتصالات والقواء العاملة والانتاج الحلبي والهجرة والشؤون والمصريين بالخارج. إلى جانب كطاع الاعمال العام وشؤون مجدس والاسكان والتجارة والصناعة والطيارات المدني والبيئة والسياحة والبطول والجهات التابعة لهذه الوزرات زي المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الى جانب مديريات التخدمات بالمحافظات الشؤون الصحية والتوم الاجتماعية والتومين والتجارة الداخلية والطرق والنقل والقوة العاملة والاسكان والمرافق والهيئات المستكلة والجهات المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومجلس قومي لحقوق الانسان والمجلس الاعلى الصحافة والامان العامة المجلس الدفاع الوطني والامان العامة المجلس الامن القومي والجهاز المركزي لمحاسبات ومجلس النواب. دو كده اللي هسرفه يوم اه واحد وعشرين يونيو ان شاء الله. الجابة الجابة اللي هتصرف يوم اتنين وعشرين يونيو هي الوزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل وقارباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة والصلاح الاراضي والموارد المائية والري والخارجية والشباب والجهاز والمالية والجهات التابعة لهذه الوزارات زي المصالح والهيئات العامة والخدمية الاقتصادية. اه لجنب مديرات الخدمات من محافظات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة ودووين عموم المحافظات ومديريات التنزيم والادارة والجامعات بمختلف المحافظات. اه والهيئات المستكلة والجهات القضاء والنيابة العامة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الاقابة الادارية وهيئة العامة لقابع المالية والمحكمة الدستورية العلية ويدر الافتاق المصرية واللجنة العلية للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي لتنظيم والادارة ولهزر الشريف ورئاسة مجلة الوزراء ورئاسة الجمهورية وباقي الجهات الاخرى. ايام بقى تاتة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين يونيو دول هيكون لجميع الوزارات والجهات اللي هي ما صرفتش مرتبتها للعملين بها خلال اول يومين سابقين اللي احنا قلنا عليهم من واحد وعشرين واتنين وعشرين ستة ان شاء الله. ان شاء الله تصفوهم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.